أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل كيف يحقق المعلم العدل بين الطلاب وهل من كلمة توجيهية للمعلمين الذين لا يعدلون بين طلابهم العدل بين الطلاب في الدرجات الدرجات يعطيهم ما يستحقون على الجواب ولا ينقف أحدا منهم عن ما يستحقه ولا يزد الآخر عن ما يستحقه فيعطيهم على قدر إجاباتهم هذا هو العدل نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل ذكرتم أن العدل واجبا من العدل أنه يفهمهم جميعا ما يخص بعضهم بالتفكيم والعناية أو يترك الآخرين يتساهل معهم أو يعرض عنهم نعم